اشتركوا في القناة حضارة الفراعونية انهم تمكنوا من دخول الشمس في يوم ميلاد الملك من مكان معين فهم وصلوا بحساباتهم الفلكية وهذه مسألة معقدة عجزة عن تفسيرها علماء حتى الان ثانيا التفاعلات الكيميائية السحر كان يلقب عند كهنة الفراعينة باسم كيمة وتطور لكلمة كيمياء فالكيمياء لها سر وسحر فهي مسألة معقدة منها من يكون سم ومنها من يكون دواء ومنها من يكون وسيلة لإفراز هرمونات تغير الحالة النفسية مثل هرمونات السيروتونين والإندروفين والدوبامين الخاصة بالسعادة ويوجد أسرار الكيمياء لا تعد ولا تحصى سالسا دراسة التقاط اللانه هائية فكان عند كهنة الفراعينة طرق تدل على أنهم كانوا محترفين في دراسة هذه التقاط وكانوا يعالجون كل من به مسن شيطاني قوي بدخوله حلقة من النار لأنهم يعرفون أن حلقة النار تخرج أيونات ويحركون الجماد ويوجد أسطير كثيرة توضح مدى قواتهم وكانوا يستخدمون أعضاء الحيوانات والأحجار الكريمة مثل جلد النمر به طاقة قوية رابعا التعامل مع الجان والأرواح وشرط أول أن تكون محبوب عند الجان صادق وعدك لهم حتى تستردهم وتكون سائد أرواح وكانت معاملتهم واضحة معهم في كسس وأسطير لهم كرسد المقابر وتزيين العين فكانت معاملتهم مع الجان سريعة وقوية بسبب أنهم لا يسخرون الجن بل يتعاملون معهم بالمقيدة لهذا السبب كان علاقتهم مع الجن علاقة ناجحة قوية وأخيرا تريقة سحر الفراعينة هي طريقة معقدة كانوا يستخدمون أسليب قوية فإذا أراد الكاهن جلب شخصا لشخص آخر كان يستخدم التنجين والفلك لربط الروحين ببعض مثال آخر إذا أراد الكاهن أن يجعل الملكة مهابن وصاحب نفوذ سنع لها زينة تكون من حجر كوكب قوية مثل المريخ أو المشترة ويكون معها الجلد المناسب لوجود التقاط النشطة لحامل الشيء المصنوعة في السحر الفراعوني فنن وإبداع لأنها عملية معقدة لا يمكن لأي شخص تنفيذه فقد عزمه الله لقوة تأثيره ولا يوجد فيه شرك من قبل الساحر إذا كانت استخدامه للخير وتوفيق الغير بالغير فهو علم من العلوم النادرة